طبعا الاستمرار هتطبعها تمام وهتملاها وهتبعتها بعد ما تعمل لها اسكان طيب نرجع تاني لموضوع عمر وردة لقيت في اكتر من الصحف واكتر المواقع كتبة ان عمر وردة خد البصبور اليوناني وان هو دلوقتي قدم طلب للفيفا علشان يمثل اليونان طبعا الكلام ده عاري من الصحة انت عارفين ان انا وكيل لعمر وردة ولا عمر وردة قال الكلام دوت ولا صرح بالكلام ده ولا ينفع ان يصرح به لان عمر وردة عارف ان اللعيب من حقه طول ما هو ناشئ لغاية 18 سنة ان يمثل فريق واثنين وثلاثة ودولة واثنين وثلاثة لكن اولا بعد 18 سنة ممنوع منعا بدا ان هو يمثل اي فريق تاني او اي دولة تانية والراجل طبعا يعني مثل منتخب مصر للفريق الاول اكتر من عشر مباريات او اكتر من سنتين فبالتالي الموضوع ده خلاص بالنسبة له مات فانا مش عارف الناس بتجيب بصراحة والمواقع بتجيب منين هذه الاخبار وبتجيب منين هذه التصريحات عن لسانه لان طبعا هو ما قالش حاجة زي كده وطبعا مش هنقول ونعيد في الموضوع ده كتير لانه يعني موضوع تافع جدا دفع جدا تافع جدا نحن نتكلم فيه لانه معروف لكل الحد الصغير او كبير لعب كرة او مش لعب كرة ان عمر وغيره عدم لعب في الفريق الاول ما ينفعش انه هو يمثل فريق تاني طيب من الحاجات برضو اللي احب اتكلم عليها بلال مظهر بلال مظهر لاخر لحظة لقينا في الميديا وفي المواقع انه هو بيخير ما بين ناديين في اوروبا والبرتغال واسبانيا واليونان اشتركوا في القناة